السلام عليكم بخير وعلى خير بصحة جيدة رمضان كريم ووصفة اليوم رغيف بحل بسطيلة ميني بسيطلات صغر بالعجين السحري ديال المسمن ندوز المقادر وطريقة تحضير لكن قبل نوريكم كيف يجيوا من الداخل رائعين بزاف تقرميشة وكأنكم صوبهم بورقة البصيلة حوش والديدة ندوز المقادر ففي واحد المقلات نضيف الزيت ونضيف لها واحد جوج البصيلة نحركم مزيان حتى تطح لها البصيلة شوية من بعد نضيف لها ما تطح لها البصيلة غادي نضيف لها حبة ديال الفلفلة حمراء مقطعات طريفات احتها هي صغار نشحرهم مزيان من بعد غادي نضيف لهم هنا يصدر ديال الجاج اللي عندكم عادي نخلي حتي تحليتها هو شوية من بعد هنا يقدر تخالط ديال الواكامي او التحالي بالبحر معا الشامبينيون الشامبينيون نواغ معي القادية المطيشة نضيف لها صلصة حارة اللي كي يكون حار ولكن كتجي بنين بزيف هنا كتشوفوا راني كترت شوية ديال الزيت علاش لاناني غنبغيه في الاخير كيف ما غا تشوفوا ضفت هنا يا شوية دلملحة شوية دلبزار صوصصوجة الفلفل احمر ولط حميرة هنا معلقة كبيرة ديال العطريات بسطيلة السامك البيضاء اللي ما عندوش ديرو غير عطريات الحوت العادية صافي غادي نخلطهم مزيان مزيان بعد غادي نضيف الشعرية الصينية اللي مرتبة في الماء سخون وصفيتها وقطعتها بالمقص غادي نخلط كل شي مزيان كامل صافي هنا حيت الحشوة ديالي من فوق النار ودرتها في شبكة وصفيتها هذيك الزيتة يلي قلت لكم انا كترت الزيت المرة الأولى لانني بغاها غادي ندهن بها الرغايف ديالي او للمسمن ديالي في الاخر نضيفه على العجين بالنسبة للعجين هنا انا راني عجنتها ودرتها في بلاستيك وخليتها ترتاح العجين فيها 500 قرام ديال طحين بيض معه معلقة ديال الزيت معلقة ديال الخل ابيض شوية ديال الملحة والماء بارد باش نعجنه العجين غادي نعجنها مزيان كيف كتشوفو هنا رات تلقات ليها فالعجينة كيف كتشوفو رتاحت كيف قلت لكم غادي ندلكها مزيان مزيان ونخليها ترتاح وده غادي نقسمها لثلاثة القورات بالنسبة للحشوة هنا زد فيها القصبر والمعدنوس وغادي نخلطه مع الحشوة ديالي ممكن تضيفه حتى الجبن الاحمر او الفرماج انا هنا يعني بلا فرماج جت واعرة بزاف الحشوة جت خطيرة لبنات جربوها وردو عليها الخبار هنا العجين ديالي من بعد ما قسمتها ثلاثة القورات فغادي نغطي عليها ونخليها ترتاح لي شوية غير باش مني نطلقها ما تمحنيش العجين ديالي من بعد ما قسمتها ترتاح مزيان فهنا غادي نحتاج زبدة وزيت مخلطين باش غا نورق العجين ديالنا وغادي نورقها بحل مسمين عادي يعني غادي نورقها دائرة كبيرة ومن بعد غادي نديرها على شكل مربع ونخليها ترتاح بحل مسمين يعني نطلقها عادي بحل مسمين هنا غادي ندير ديك الزبدة والزيت في الواسط يعني نطلقها ونضرها كابا ما نطلقها على شكل مربع ويظهر وخلطها ونخليهم مخلط ونورقهم تختلف موسيقى اشتركوا في القناة قطعة البيتزا نخيل كل مربع نحن اخذ كل مربع وسهل افضل اقتباد نا اخذ كل مربع نحن اخذ اللي تبرد نضيف الحشوة نعود معاكم واحدة اخرى سافي كناخد العجين ديالي ديال المسمن كنبسطها مزيان باش تجينا البسيطلات يعني رقاق ومورقين ومقرمشين سافينا غادي ندير الحوشوة ديالي ونطوي بحل الطريقة الاولى وهاكا ندير في الطاوض الفرن حتى نكمل كل كمية اللي عندي كمية اللي عندي كاملة فهنا كيف كتشوفوا البنت هاداك الزويتا اللي بقتلية كان دهن بها المسمن ديالي كاملة كاملة وكاملة فهناك الزويتا مني غادي دخل اللاطة الفران غادي في ميبالي يطاب نحل عليه نشوفو غادي نعود ندهنو شوية باش هكا كي يجونا مورقين مزيان مزيان بالنسبة الفران وكاملة كان يسخنه على 200 دراجة وكنخلي يسخن من الفق ومن تحت وكندخل الرغايف ديالي كي يطابوه من الفق ومن تحت لبنت هكا كي يجيونا مورقين ويتنفخوه والعجين ديالنا تقرمش سافي هنا غادي ندخلهم الفراني طيبو وبعد ما يطيبوه غادي نطلقاو باش تشوفو الشكل نهائي ديالهم كيف كايشي اميشي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة